لا رقابة على شيء هنا حيث بدت المدينة في شهر رمضان سوقا كبيرا يشهد زخما وحركة تجارية غير مسبوقة ارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية والسلع إلى ضعف ما كانت عليه حيث بالكاد يتدبر الكثيرون هنا احتياجاتهم الأساسية في ظل وضع معيشي يزداد تدهورا بسبب انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وتفاوت أسعار المنتجات في أسواق المدينة نلاحظ ان ارتفاع الأسعار بشكل قنوني من ناحية الإيجارات الناس قدامة ليس طائقة وغلب الناس قدوم خلاص يعني يشتوا يخرجوا من البيوت والأسعار حق هذه مرتفعة جدا مش زي رمضان الأول مع ارتفاع الدولار تعب المواطن وارتفاع المعيشة كل حاجة هذه الأيام حالة الله وحالة المواطن تعبان مرة تتهم السلطة المحلية بالتراخي في الرقابة على الأسواق والمحال التجارية التي تزداد يوم بعد آخر وهو ما أضعف القدرة الشرائية للناس واحتياجاتهم لتتعدد أسباب تلك المعاناة الإنسانية مقتربة من الكارثة في وقت عاجزة السلطات عن وضع حد لتجاوزات عدة أنعكست في المجمل على حياة الناس مدينة مأرب على سكانها لا تجاوز ستين ألف والآن تتجاوز الاثنين مليون والمكاتب الخدمية تقوم قائمة ولا زالت تمارس أنشطتها وتقدم خدماتها بناء على الإمكانيات السابقة التي كانت مخصصة لستين ألف مواطن في المدينة الآن تغطي اثنين مليون ولا زالت واقفة مكانها وتغطي بكل الإمكانيات المتاحة صعوبات وتحديات تواجه حياة هؤلاء تسببت بإضعاف قدرتهم التجارية على الرغم من أن الناس يضعون كل إمكانيتهم الشرائية في هذه المناسبة الرمضانية غير أن مبررات الجهات المعانية بمراقبة العرض والطلب لم تعد مقنعة وكافية على ما يبدو أنه لا أمل في الأفق القريب لحل مصفوفة الأزمات التي تواجه السكان من بينها إيجارات السكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية وعجز واضح في الرقابة ما يفاقم من الأزمات التي تثقل كاهل المواطن خليل الطويل قناة بالقيس مأرب